يجب اثبات مستوى دخل معين وده الخبر الخاص ان حزب الشعب بيسعى لتصعيب لم الشمل في النمسا وان كان هما بيقدموا يعني هو بيطالب ان طالب اللجوء ده لازم يكون معاه دخل معين ولازم يكون مثبت حتى يمكن منه ضمانة حق المعيشة للعائلة بتاعته هذه اكبر انتهازية ينتهجها حزب الشعب النمسا النمساوي المحافز بصراحة بحق كل مواطن نمساوي بحق كل اجنبي بحق كل مهاجر يعني ركدت يعني تركت كل هالبلاوي اللي لا حقيتكن وركدت وراها اللاجئ اللي هرب من الحروب ولجأ لعنكن واحضر مواطنون جدد النمسا بحاجة اليهم كل لم شمل بذكر حكيناها سابقا كل مواطن كل شخص كل طفل كل رجل كل امرأة كل سيدة مهما كان يكون النمسا بحاجة للمواطنين يدخل للنمسا هو مكسب للنمسا هو مكسب للنمسا بغض النظر عن كل الفوضى اللي منسمعها والمشاكل هاي هاي ظواهر ظواهر حالية عبارة عن عن زبد زبد يذهب مع الايام ولكن تركته طالب هاللجوء هذا اللي حصل على حق اللجوء بده يجيب عائلته بده يعمل دخل وبده يعمل كذا ليش علي اساس شوال استثمار التافه اللي عما يقوم في حزب الشعب صراحة على حساب هذا اللاجئ الذي فعليا هارب من حروبه هارب من مقاسي وراكد وراه على لم الشمل وراكد على طالب اللجوء وبدنا نعطيه بطاقة باربعين يورو بدان ما يروح يشتري فيها مصاري مشا ما يحولها شو يا راجل يا راجل احزاب احزاب تافهة كلفة 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 الطالبين اللجوء اللي جاءوا على النمسا من 2015 لهلا ما بتقطع مليار يورو من أصل 7.8 أو 8.7 اللي حكينا عليه بالخبر الأول لنتيجة هالإفلاس هذا الكارثي لا أنا خاصة بقول في المنطقة دي لما يكون كمان طالب اللجوء أو المقيم هنا وعايز يجيب أسرته أو يعمل لم شمل لها يكون مندمج في المجتمع عنده شغل دائم عنده سكن مناسب المفروض فورا ده يسهل يا سبدي كريم بألمانيا بألمانيا حتى اللاجئ اللي حصل على الإقامة المؤقتة لمدة سنة يحق له جلب أسرته يحق له لم شمل أسرته هون عادي يحاربوا الشخص اللي حاصل على اللجوء السياسي يعني الإقامة الدائمة وكمان عم بلاحقه يعني بصراحة هذا عبارة عن وهم عبارة عن عن ضجيج إعلامي ليس أكثر اعتدنا عليه من السيد ستوكر أو غيره اللي هم موجودين بحزب الشعب مع الأسف يضاف عليهم أيضا حزب الحرية اللي فعليا عندهم هالظواهر الصوتية هاي وبالمحصلة ستبقى الأمور كما هي وأنا أعتقد أن الأمور ستتحسن أكثر في السنوات المقبلة وبعد الانتخابات إن شاء الله نعم اشتركوا في القناة